تمويل الانتخابات الرئاسية نظام يدور في فلاك حركة لا تتوقف من جمع الأموال وتمويل المرشحين مع زيادة ضخمة في كل استحقاق جديد من مواسم الانتخابات الرئاسية والولايات المتحدة خير مثال على نهر الأموال المتضفقة لدعم المرشحين الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي الأكثر تكلفة في العالم ففي عام 2020 أنفق الأمريكيون أكثر من 16 مليار دولار على الحملات الانتخابية ذهبت 6.5 مليار منها للانتخابات الرئاسية وذهبت 9 مليارات وتسعمائة مليون دولار لانتخابات الكونغرس وحكام الولايات والانتخابات المحلية الأخرى وتتوقع التقديرات أن تشهد انتخابات 2024 انفاقا يتخطى 20 مليار دولار الأمر بسيط فلا توجد قوانين تحد من الانفاق السياسي وذلك بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي لكن هناك قوانين وقواعد لحدود مساهمة الفرد أو المجموعة في منح مرشح أو حزب قدرا معينا من الأموال وذلك بهدف منع الفساد وإذا صلتنا الضوء على الارتفاع الكبير والمستمر في تكلفة الانتخابات الأمريكية فهناك عدة مصادر لتمويل تلك الانتخابات مثل الأحزاب السياسية التي توفر المال للمرشحين ويمكنها تمويل عرض أعلانات في وسائل الإعلام ويمكنها أيضا المساعدة في تعبئة الناخبين هناك أيضا لجان العمل السياسي أو الباكس يسمح لها القانون الأمريكي بتمويل مرشحها المفضل بمبالغ غير محدودة من المال يتم جمعها من الأفراد والشركات والنقابات والمجموعات الأخرى ويمكن أيضا لمرشحين انفاق أموالهم الخاصة على حملاتهم الانتخابية دون حدود ولكن عليهم إبلاغ لغنة الانتخابات الفيدرالية عن حجم انفاقهم بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية والملصقات ورواتب العاملين بالحملات الانتخابية وغيرها من البنود نشرت منظمة USA Facts وهي منظمة غير بحية تهتم بنشر بيانات حول شؤون المالية والحكومية الأمريكية نشرت بيانات تفيد بأن الحملات السياسية تمكنت من جمع أكثر من 8.5 مليار دولار لانتخابات 20-24 وجع أكثر من 65% من تلك التمويلات من لجان العمل السياسي الباكس وعلى الرغم من التعقيدات القانونية والسياسية في تمويل الانتخابات الأمريكية فهناك كثير من المواقع الإلكترونية ذات المصداقية الكبيرة في هذا الشأن منها موقع Open Secrets حيث يمكن البحث عن طريق الاسم أو المهنة أو المبلغ الذي تم التبرع به وأين يعيش هؤلاء الأشخاص كما أن هناك موقع لجنة الانتخابات الفيدرالية الذي يوفر الكثير من البيانات والمعلومات عن مصادر التمويل ومصارفه لجنة الانتخابات الفيدرالية والتي تأسست عام 1974 كجهة محايدة تشرف على التزام المرشحين والأحزاب الشفافية والعلنية المطلوبة ومن أهم إنجازات هذه اللجنة الزام المرشحين بالإعلان عن هوية المتبرعين ومقدار مساهمة كل منهم كما تنشر أيضا تقارير مجمعة عن المبالغ المقدمة لكل مرشح وتتيحها للشعب للإطلاع عليها تتكون اللجنة من ست مفوضين ثلاثة من كل من الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري كان هذا عرضا مفصلا عن التكلفة الباهظة للانتخابات الرئيسية الأمريكية وعن آلية تمويل المرشحين ومصادر تمويلهم